اشتركوا في القناة الامر الذي كان له بالغ الاثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع كما اعرب معالي عن عميق الشكر والاعتزاز بالكلمات الكريمة التي تفضل بها عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعما لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الامامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا اروع صور العطاء والاخلاص من اجل تحقيق الاهداف الموضوعة لعودة الحياة كما يتمناها الجميع وعلى صعيد متصل ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمقر الحملة الرئيسي في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي شهد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم وفي هذا الاطار دعا معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة كافة المواطنين والمقيمين للمساهمة الفاعلة في الحملة الوطنية مقتدين بنهج جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشهد معالي في هذا الاطار بالإقبال اللافت من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم مشيدا بجهود وزارة الصحة في العمل على تهيئة مختلف مواقع أخذ اللقاح في 27 مركزا طبيا شكرا